اشتركوا محبا بتفسير الاحلام ازيكم عمليني يا ربا دايما انتو كنوا خير. احبا في اللهم هده هنتكلم عن تفسير رؤية خطيرة جدا وهي رؤية النمل في المنام. وامتى النمل ده بيكون خير للرأي وامتى بيكون شر. موضوع في غاية الاهمية عايزكم تركزوا معايا في دقيقة معدودة علشان تعرفوا كل ما يتعلق بالنمل في المنام. النمل في المنام قد يدل على خير في الحالات اللي هذكرها اللي هذكرها لكم بازن لها دلوقتي. اه على سبيل المثال اللي يشوف في المنام ان فيه نملة على الفراش بتاعه قد يكسر اولاده. ازا كان متجوز مسلا او ازا كانت متزوجة وشافت نملة في الفراش بتاعها. اه ربما كان معها طفل او كانت صغيرة في السن تعرف ان شاء الله فيه اه كسر الاولادها فيه قد يكون حمل في الفترة المقبلة لها ان شاء الله. واللي يشوف ايضا ان فيه نمل بيطير في في المنام ده بيدل على رزق وخير جاي للرأي. لان انتوا زي ما انتم عارفين ان النمل مش بيوجد اه غير في مكان فيه رزق. وفيه اكل لها. واللي يشوف ان النمل داخل بيته حامل طعام او حامل اكل اي نوع اكل سواء فاكهة او اي نوع يعرف ان ان شاء الله فيه خير جايله. وفيه رزق جايله في الفترة المقبلة. ربما ازا كان داخل مشروع او عمل يعرف ان العمل ده هيكون فيه رزق ليه. اما اللي يشوف اه ان النمل بيخرج من فمه او انفه او عدو او جسمه. وكان فرحان ما كانش حزين ولا حاجة. ربما ده بيدل على ان هو هيموت شهيد. اه 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 يعني وان كان حزين في في المنام. دي طبعا يعني ان هو هيموت على غير توبة. تمام? واللي يشوف في المنام ايضا. اه ان النمل بيتكلم. تمام? ده معنا ان شاء الله ان الشخص ده هيحصل على ترقية في الوزيفة بتاعته او على منصف الفترة المقبلة اي ان كانت حالته بازن الله. ومعناها ان فيه رزق وفيه خير جايله في الفترة المقبلة. وده طبعا اقتدام بالنملة التي كلمت سيدنا سليمان. مذكورة قصتها بالزبط في في القرآن. واللي يشوف ان النمل اه في اكل يعني شفت شفت في يعني في الاكل نمل او في اه اشياء مأكولة ايا ان كانت الاشياء دي معناها غلاء الاشياء دي. تمام? واللي يشوف ان النمل دخل الماتجر بتاعه او بيته وصرك منه شيء ربما فيه لصوص هيسرقه منه حاجة او ربما فيه اشخاص ما بيحبوش لك الخير ربما الاشخاص دول اه هيحاولوا نشوبوا لك المكائد فحاول انت تكون على حزر. واللي يشوف ان النمل خرج من بيته طاير ربما ان الشخص ده هيسافر هو وعيلته. او ربما فيه سافر ليه هو في الفترة المقبلة. تمام? ومن يعني واللي يشوف ان هو يعني تعجب من نملة في شايلة في فمها القوت ده معناه ان الشخص ده طالب للرزق وانه هو يقتنع باذن الله وانه ربنا ان شاء الله يرزوه في الفترة المقبلة. طب امتى الحالات اللي بيكون فيها النمل ده شر للرأي وبتكون رؤية تحذيرية ولازم ياخد باله منها. في الحالات اللي هنذكرها دلوقتي. اللي يشوف المنام اه ان في نمل بيطير في مكان ما وهو كان خايف والشخص ده كان مريض ربما ان الشخص ده هيموت. اما اللي يشوف اه يعني اللي يشوف مريض ان النمل بيدوب في جسمه معناه ان ارض ايضا الشخص ده هيموت. حتى لو الشخص ده كان من اقاربك. واللي يشوف ان النمل في في جسمه دي ارضا رؤية يعني من الاحلام الغير جيدة وما بتبشرش بالخير. معناها ان الشخص ده ازا ما كانش مريض ربما اصابته بهام. ربما في بعض المشاكل والعقبات في حياته. اللي يشوف المنامل اه ان النمل بيخرج من بيته. يخرج من بيته ما دخلش ولا داخل الاكل ولا غيره. ربما ان في نقص في اهله. واللي يشوف ان النمل اصبح ليه اجنحة. آآ ربما ده بيدل على ان آآ في موت لبعض الاشخاص المقربين منك. واللي يشوف ان النمل خارج ايضا من يعني من بيتك وحامل للاكل. ربما اصابتك بفقر. ربما ازا كنت داخل مشروع او عمل. العمل ده مش هتكسب منه تماما. فازا كنت مقبل على مشروع حاول انت تبعد عن مشروع ده. لان فيه خسارة ليك. او حاول تدرس الموضوع كويس. لان هنا يعني ايضا رؤية تحذيرية ليك قبل ما تخش المشروع. اللي يشوف ان هو بيقتل النمل. ده معنى ان هو ارتكب زمد. وان فيه حاجة غير جيدة في حياته. تمام? واللي يشوف ان هو آآ محارب نمل كبير. ده معنى ان فيه مشاكل هتكون في حياته. واخلافات ما بينه وبين قريبه. واللي يشوف ايضا آآ في المنام ان النام اللي بيدخل بلد جديدة. ربما ان البلد دي هيدخلها جنود او هتدخلها بعض الاشياء الغير جيدة. واللي يشوف في المنام ايضا آآ يعني دخل بيته ان النمل دخل بيته وحمل اكل او حمل اي شيء غير الاكل معناها ايضا فيه خسارة في البيت ده. وربما فيه اصابة البيت ده بهم او غمر. احبا في الله ده كان كل متعلق بالنمل في المنام. ياريت لو اي شخص منكم شاف روية متعلقة بالنمل ياريت يكتبها لنا في تعليق اسفل الفيديو. علشان نقدر نفيد بها ناس ثانية. ما تنسو استشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس. علشان قناتكم توصل لك بالقدر منكم من الناس. ده انتم في راعة اللوامنة وللقاء فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله.